السلام بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين خلوني أرحب بدافي في هذه الفقرة ومش ضيفة وزميننا العزيز الحقيقة محمد أبو علي إزاكى محمد حبيبك أبو علي برضو خليني أبدأ معاك الأول وأتكلم عن لعبة النادي الأهلي مريم مصطفى مريم مصطفى هي لعبة في النادي الأهلي بعدما جددت مع النادي الأهلي أربع سنوات جالها عقد آخر من ناحية المالية أغلى من النادي الأهلي فهي قررت أنها تشتكي النادي الأهلي والدتها طلعت قالت أنها لم يمضت على عقود ومضت على ورقة مستحقات قديمة وفي الأول قالت في تزوير وفي الأول قالت في تزوير وبعد كده رجعت قالت ورقة مستحقات قديمة وبعد كده قلت لك أنا مضيت على العقد ولكن أنا بطعا في صحة العقد نفسه أو محتوى العقد نفسه أمور كثيرة جدا جدا وأنا عرف أن أنت عندك بعض المعلومات الخاصة في هذا الأمر هو الغريبة كابتن إسلام لما تشوف الصور والفيديوهات طبعا كل الاحترام والتقدير لأي حد يعني بالضبط لما تشوف الصور والفيديوهات بتاعت التوقيع المريم في النادي الأهلي غريب موقف بيحصالش كتير بتلاقي معالي وزير العمري فاروق ناب رئيس النادي موجود بشموانس خالد مرتاجي أمين الصندوق موجود مدير النشاط رياضي كابتن خالد العوضي موجود مظبوط حالة أكن كان فيه إحساس أنه ممكن كل ده هيحصل حاجة غريبة يعني نادرا لما فيه لعبة بتوقع بشموانس خالد موجود كابتن هناء حمزة ناب رئيس النادي وأمين الصندوق ومدير نشاط رياضي ده كان قرار مجلس إدارة أن فيه لجنة هي اللي تعمل كل الألعاب أنا فاهم بس كابتن تحس أنهما كان يعني الموقف كان متوقع مثلا ممكن حاجة تحصل إذا كان الغريبة كابتن الإسلام أن الكابتن هناء هي اللي كانت مصممة على التوقيع ومعلومات عندي مؤكدة أن الكابتن هناء في اليوم ده فتحت اتحاد الكرة الطائرة يوم جمعة وجابت العقود وصممت أن هي توقع كانت نستعجلة على توقيع العقود وأن اللعبة تجدد مع النادي الأهل وتبقى موجود ده معلومات مؤكدة عندي فما تشوف الموقف ده وبعد كده تشوف بقى الاتهمات والتزوير بص على مدار التاريخ ما فيش حد بتهال التهم الأهل بالتزوير أو الكلام اللي تقال ده وطلع صح ونفتكر بقى ده كتير جد يعني لو فكرنا هاني سعيد فكرنا جد وفكرنا مواقف تير جدا بناقولك على حاجة شخصية شخصية وانا لما بتكلم هنا على حاجة شخصية لأنها يعني بيتقال مثلا أن العقد كان فاضي بيتقال طبعا أنا لاقو شكك في هذا الأمر إطلاق لأن أنا متأكد أن النادي الأهل كان عامل عقد مليان لكن مليش علاقة أنا متكلم حتى لو كان العقد فاضي ده مش حقيقي الموضوع ده مش حقيقي ولكن وانا كنت جاي في قصة كبيرة يعني رايح النادي الأهلي في قصة كبيرة والناس كلها بتتكلم وكذا 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 واتفقت على واحد اتنين ثلاثة مزبوط خلاص ومضيت العقد ومشيت العقد كان بيبقى دايما مكتوف في كل الأمور يعني فبعد ما مضيت العقد ومشيت أنا اتفقت معك على واحد مع النادي الأهلي عشر قروش بخدهم حرفين ما بيقلوش بخدهم أنا بشوفش العقد تاني بالضبط يعني ساعتها احنا ما كانتش بيبقى في دماغنا بصراحة ما فيش لعيبة كابتن اتكلمت يعني ايه عشر جنيه هي عشر جنيه بالضبط أغلب اللعيبة بتكلم معهم يقولك الأهلي عمره ما يخل بعقده معي عمره ما حصلت الأهلي لو قلت له أو قالوا لي وانا بمضي مثلا وفي لعيبة كتير ماضيت على بياض فعلا وبيمضوا عقوده وهم متأكدين يعني بص نادر لما تلاقي لعيبة اشتاكل نادر أهلي مثلا في تحاد كورة اشتاكل أهلي في محكمة راضية اشتاكل نادر أهلي في التحاد الدولي نادر لأن النادي الأهلي دايما بيقف بوعوده دايما اللعبة حتى لو مضت على بياض بتاخد مستحقاتها زي بقوله تلتهم تلت مضبوط فهو الغريب أن أنا أتعامل معك باحترافية أو أتعامل معك أن أنت واحد من أولاد النادي أو أتعامل معك أن أنت حد من متربي جوه النادي واعتبر من الكباتن التاريخية للنادي الأهلي كان جيل عصيم يعني حقق مع الأهلي بطولات كتيرة كابتن هناء وكابتن مونعب كريم وتهاني توسون فيه لعبة كتيرة أصرف أو أسماء برزة في كرة طائرة ويبقى الرد الفعل أو الرد الجميل أنه مجرد ما يجي لك عقد أغلى وده وارد يحصل ماشي أنت بتفكر في مسألة بس ليه الإساءة أن نقول كلام مش صحة أو أن نتهم النادي الأهلي بالتزوير أو البلطجة أو الكلام الكتير يسمعون ده فهو ده اللغز بس وده اللي مزعى الجمهور النادي الأهلي وده اللي مزعى الأعضاء الجمال عمال طيب لماذا حدث كل هذا؟ هو الفلوس مبلغ كبير طبعا ممكن ضعف المبلغ اللي كانوا متفين عليه مع النادي الأهلي أو أكتر لكن في ناس كابتن إسلام بتحلم تعد من قدام صور النادي الأهلي مش تلعب في النادي الأهلي ده حقيق أو أعرف ناس بسيطة جدا في الأقليم أو في مدن بعيدة نفسهم يعد من قدام النادي الأهلي مش موجودين فيه أو يمضوا في النادي الأهلي أو يلعبوا في النادي الأهلي لكن الغريبا أن يعني عارف الضربة بتيجي من حد ملواني النادي بتبقى صعبة شوية آه فما كنتش متوقع أن كل ده يحصل آه طبعا محدش كان يتوقع يعني ما فيش مشكلة على فكرة مونادي الأهلي مشي منه لعبة كتير وحيمشي منه لعبة يعني ما عندناش مشكلة أغضل نظر أنا ما هذه قصة تانية طبعا ولكن أنا أقصد أقول لك أنه يعني حتى اللاعبين اللي مشوا من النادي الأهلي وكانوا مشيين برضو بقصة كبيرة وكل حاجة لم يتكلم أحد عن النادي الأهلي لأن اللي يقول على النادي الأهلي أنه هو مزور أو اللي يقول عن النادي الأهلي أنه هو بأعتقد أن عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الأهلي ندي الأهلي دائما وأنا شاهد عيان وكل اللي موجودين باستثناء كابتن سابط البطل الله يرحمه الباقي كله موجود على الكلام الاتفاقات والاتفاقات كانت بالكلام شفاهية شفاهية أنا بقاعد وكابتن الخطيب قاعد والكابتن ربنا يدي له الصحة كابتن حسن الحمدي قاعد إسلام هنأمل كذا المهندس عدل القيعي كان موجود معايا قال لي هنأمل كذا إسلام هنأخذ كذا قلت له تمام قال لي النسبة بتاعتك هتبقى على المطشاط خلي بالك وأنا جاي في قصة وموضوع وبتاع اللي هي دي دي ليحة في النادي اللي بيمشي على بقية اللعيبة اللي بيمشي عليك والكلمة اللي تقالت والله والله لا شهادة أمام ربنا إن الكلمة اللي تقالت بتتنفذ عمرها ما حصل كابتن أنا ما فكر فيها برضو أنا ربنا مدينا عقل أفكر به أنا الملائي مفيش لعيب أقول لحرك مفيش لعيب مفيش مدرب مفيش حد اشتغل في النادي الأهلي وراح يشتكى النادي الأهلي أو كان ليه فلوس متأخرة أو ما خدهاش أو سمعنا مثلا على اللعيب مقدم شكوة في محكمة راضية أو في الاتحادي الدولي إنه هو ليه مستحاة عن النادي الأهلي والنادي الأهلي أخل بالاتفاق أو ما دلوش فلوسه يعني فيه أن ديه كتير جدا عندها مشاكل مع مدربين ومع لعيبة ومعه ومفتوح ملفات كتير في القصة دي بإسمها لكن النادي الأهلي نادر إن أنت تلاقي حاجة زي كده فعشان كده الموضوع الأوأ الأغلبية بتعانوا مع النادي الأهلي بصقة أننا الاتفاق اللي بيتم بإنه ما بصش بقى الدينة تمشي إزاي ممكن يكون فيه فترة مثلا فيه ضقيقة مالية ممكن يكون فيه فترة فيه مشكلة أو أي أمر ما لكن في الآخر اللعيب بياخد مستحقات ولو فيه مكافئات عليها بياخدها حتى لو مش من النادي المكافئات بتاعته بتروح له حتى لو راح أي نادي تاني